كان في رجل اسمه جيك متزوج واحدة اسمها إيديث جيك وإيديث ساكنين في قصر كبير وفخم جدا ويساوي ملايين الدولارات وصار لهم 37 سنة متزوجين وبعد العمر هذا كله جيك وقع في حب سكرتيرته أغرم فيها وحبها وصار حسكرتيره بمشاعره ووافقت على مشاعره وصارت تبادلة نفس الشعور إلى أن جاء يوم من الأيام قرر أنه يتزوج سكرتيرته لكن سكرتيرته قالت لأنا موافقة بس عندي شرطين قال لها شنو قالت الشرط الأول أني أسكن في قصرك اللي ساوي ملايين الدولارات والشرط الثاني إن زوجتك الأولى ما تسكن معنا تطلقها تشوف لها مكان ثاني فوافق جيك قال أوكي موافق راح جيك الزوج تأيديث وبلغها بالموضوع قال أنا ناوي أتزوج وزوجتي الجديدة تبي تسكن معاي بنفس البيت وغير راغبة بوجودك فأنا قررت أني أطلقك بعد سبع وثلاثين سنة من العشرة هانت عليه في لحظة وبسبب حب واحدة جديدة المهم الزوجة انصدمت إيديث انصدمت وما صدقت الخبر بتشهد صاعت لكن هذا الغرار يعني صاير لا محالة الرجل ما بدنا ماي قالت خلاص امهلني على ما أرتب أموري قال لها ليش ثلاث أيام ترتبين أمورك ووراها تطلعين من البيت قالت أوكي فأمضت اليوم الأول في تعبية الجنط بأمتعتها ملابسها وغراضها الخاصة قاعدة تعبيها بالجنط اليوم الثاني دقت على شركة لنقل الأمتعة عشان تنقل الجنط هذه إلى مسكن جديد لقيتها مو نفس فخامة البيت هذا طبعا لقيت لها شقة صغيرة وقررت انها تسكن فيها مؤقتة يعني على ما تدبر أمورها فاتصلت على الشركة لنقل الأمتعة وقالت لهم انقلوا الأمتعة من البيت الفلاني إلى البيت الفلاني وفعلا الشركة شعلت أغراضها وودتها للسكن الجديد أما اليوم الثالث قررت انها تاكل عشاها الأخير في هذا القصر اللي كان لها راحت لطاولة الطعام وجهزت الشرمب وجهزت الكافيار فقامت تاكل يعني تغمس الشرمب بالكافيار وتاكل إلى أن شبعت ولكن بقى من الأكل بقى بقايا الطعام فراحت وصبت بقايا الشرمب المغموس بالكافيار في استوانات الستاير مالة البيت ومشت فبعد ما مشت اليوم اللي بعدها جاء الزوج مع زوجته الجديدة واسكنه والبيت أول أيام كان كل شي تمام وبعد كم يوم بدت تفوح بالبيت ريحة وريحة كريهة فحاولوا ينظفون الزوج وزوجته مع الخدم طبعا حاولوا ينظفون البيت الطاولات التلفزيونات العفش كلها نظفوا ولكن الريحة باقية ما راحت فدقوا على شركة التنظيف وجدت شركة التنظيف امسحت البيت حتى الأرضيات امسحتها ونظفتها على الآخر لكن الريحة ما راحت وكل ما له تزيد بعده دقوا على شركة شركات إبادة الحشرات فجو ونظفوا البيت وبحثوا عن الحشرات ورشوا مبيض حشري قالوا يمكن في حشرات ميتة يمكن في حشرات قاعدة تطلق هذا النوع من الريحة الكريهة رشوا المبيض الحشري داخل البيت مما اضطر الزوج وزوجة أنهم يسكنون بفندق كم يوم على ما يروح الغاز والمبيض الحشري من البيت ويوم يرجعوا للبيت ولا الريحة كما هي بالعكس بعد زايدة زيادة صايرة أقوى من قبل تعرفون الأكل البحري كل ما طال عليه الوقت كل ما زادت ريحة الكريهة لدرجة أن الخدام اللي داخل البيت خدم وطباخين وغسالين رفضوا الشغل بالبيت وغادروا البيت وبعد فترة انقطعت الزيارات للبيت الزوجة صديقاتها أهلها وأصدقاء الزوج اقطعوا زيارتهم لهالبيت هذا لدرجة أن الزوج يدق على أصدقاء يقول زوروني ويرفضون يزورونه فتواهقوا بالريحة مو عارفين وين مصدرها فاضطروا انهم يعرضون البيت هذا للبيع لما يجي الشاري يدخل البيت ويشوف البيت حلو وفخم وغالي لكن من يشم الريحة يكنسل فكرة الشراء لدرجة انهم نزلوا قيمة البيت إلى تحت النص وكذلك الشراء كلهم ارفضوا انهم يشترونه فاضطروا الزوج وزوجته انهم يروحون للبنك ويقترضون مبلغ ضخم عشان يشترون بيت ثاني ويسكنون فيه ويخلون البيت هذا يعني كما هو ستاند باي لعله وعسى بالمستقبل او بالايام الغاد ما يشوفون لهم حل وبعد فترة قررت الزوجة ايديث انها تتصل على طليقها وتسوي نفسها تسأل عن أحوالها هي مو غصدها تسأل عن أحوالها هي تبي تجس النبض فقال لها طليقة يعني يابون يبيعون البيت ويابون ينتغلون المسكن ثاني فقالت لها ليش تبيع البيت انا عشت فيه 37 سنة ليش تبيع انا احب البيت هذا اش رايك تبيع لي مقابل تسوية الطلاق بيني وبينك نساوي الطلاق ويتم الطلاق ومن شروط تسوية الطلاق انك تبيع للبيت فوافق انه يبيع لهالبيت بتخفيض وصل الى 90% يعني باع لهالبيت بنسبة 10% من سعره الاساسي يعني تخفيضات وصلت الى 90% وهو يعني حاط في باله انه صاد طليقته صادها وقص عليها تشذب عليها لكن قال لها عندي شرط قالت شنو قال ان الحين توقعين العقد ما تروحين تشوفين البيت الحين تجين ونوقع العقد ونخلص البيعة هو ما يبيها تروح البيت وتشم الريحة وتهرب من البيعة ما يدري انها ايه هي سبب الريحة وافقت الزوجة وراح توقعت العقد وشرت البيت قال لها بس الزوج قال لها بس عطينا مهلة على ما نشيل العفش وقعده اسبوع يشيلون عفشهم الى السكن الجديد ومرسومة على الزوج وزوجته يعني ضحكة خبيثة يعني معنى الضحكة انه غشينا طليغتي بالبيت اللي فيه ريحة كرياء ما يدرون انهم شالوا العفش بما فيه الصوانات اللي فيها الريحة اللي هي مصدر الريحة للمسكن الجديد فهذه الزوجة الذكية هذه الزوجة اللي عرفت تنتغم هذه الزوجة اللي ما يأسد من الحياة بسبب طلاق والله طلقني وتحطمت حياتي لا هذه عادت اقوى من اول وخذت البيت والبيت نظيف ومن غير ريحة بعد الغصة هذه كلها احد الغنوات استضافت ايديث في احد برامجها اسم البرنامج ديسكافري وكان عنوان الحلقة الابداع في الانتغام استضافتها وروت لهم السالفة كاملة مكملة وقالت لهم انا مو من نوعية الحريم اللي احطيدي على خدي عشان رجل طلقني اقول طاحت السمع علي او انهدمت الدنيا بوجهي لا انا انتغمت واخذت حقي كامل مكمل